السلام عليكم ورحمة الله اتمنى تكونوا كل شي بخير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم المحنشة بلا ورقة البصيلة وبلا ورقة الفيلو غير بلعجينة المسمنة شيشة كثيرة ونحشوها ان شاء الله بالكوكا والفول السوداني انت منسبقوا معي تشوفوا معي الفيديو من الاول تل الاخير اشتركوا مع تفعيل الجرس اشتركوا مع تفعيل الجرس اشتركوا الفيديو مع الناس اشتركوا اشتركوا ويلا بسم الله اول حاجة نحتاجوا ثلاثة الكسنة الفول السوداني والكوكاو اللي غد نقليوها بحلاكات غد نحيدوها على ورقة النشاف غد نخليوه تغديد فا غد نعجن العجينة غد نرجعو له بنسبة للعجينة غد نحتاجوا لها كاس مع مرش بالعبارة للعنباء دي الفينو وجوش الكسنة تغمى مع مرنج بالعبارة للعنباء دي تطقيق البيض هينحتاجوا المعلقة صغيرة دي الملحة ومعلقة كبيرة دي السكار سنيدة يعني انا غد ندير واحد كيمياء صغيرة ما غدش ندير شي كيمياء كبيرة ما غدش ندير شي كيمياء كبيرة غد نحتاج المعلقة كبيرة دي الزيت والماء المعنى كان عجلي الجينة دي المسم من دياليه بالمدة فيه باشه كتلق ليه بسرعة غد نحت سكار و الملحة غد نخلط دقيق مبيناتهم بحل هكا غد نحت عليه الزيت غد نحت عليه الماء مباشرة على الزيت نحت عليه واحد شوية وغد نبدك نجمع العجينة ديالي شوية بشوية ديال الماء حتى غد نحصل على العجينة ديالي كيف ما كان عرفو المسمن ما كانتكوش العجينة متلوقعة خاصها تكون شوية قاسحة بحل هكا يخص ضروري تكون العجينة دي لنا فهذا القوام هذا غادي نحيدها ملئنا وغادي نحطها على سطح العمل وغادي نحاول أنني ندلكها مزيان ضروري من العجينة دي للمسمن إلا كان فيها الفينولة إلا كان فيها سميد خاصة هات دلك مزيان باش نحصلوا على النتيجة المردية حتى قيناك نشوفو هاد فقاعة هادو ضروري ما خاص العجينة دي للمسمن لاحظوا أنها ندار تشوفو قاعات صي مباشرة يعني أنا ما غاديش نخليها تتحجج دلمرات مباشرة غادي نبدي نقطحها غادي نشكلها على شكل طولي بحال هكذا كتشوفو معايا أن العجينة معجونة مزيانة وعمرة فقاعة غادي نقطحها على زوج ونعاود كلها نصف نقطعه على ربعة بالنسبة اللي عندها السطح العمل كبير ولا عندها اللوتة كبيرة ممكن لها تقطحها غير على زوج ولا على ثلاثة غادي نبدي نشكل العجينة دي للي على شكل كورات بحال هكا كنحاولوا أننا نجمعوا الجواني بكلهم في الواسط ونقرصوا عليهم مزيان باش غادي نحلوها متعدد بناش ومتقشكة تقطعلينا من بعد غادي نجيب واحد البلاطول يمفرش بالفيلم الغذائي غادي نحط عليه شوية زيت بحال هكا وغادي نبدي نحط فيه الدوائر دي العجينة دي للي بحال هكا نحاول أني نمررها كاملة في الزيت يعني أنا ما درتش الزيت بالزفير واحد شوية بشمية لسقوش ليا وغادي نضغط عليهم شوية بحال هكذا باش نسهل عليهم أني بحيي لك نعاونهم أنهم ينطلقوا بسرعة من بعد غادي نغطيهم بالفيلم المونتير بحال هكذا ما خاش يفوت عليهم لهوا ينا يضربهم لهوا ما غاديش يتلقوا لنا بسرعة ولما عادش يتلقوا لنا نهائيا خاصنا نحطهم في واحد ما كان دافيا غادي نحطوه في الفور يعني ما هو لا سخول للتحاجة هكذا نطفي صافيا نخليهم واحد الساعة ولا جوج عندي هنا الكاوكا واللي ما زالوا دافيا شوية كاسي لربع دي السكار سانيدة واحد شوية دي الملحة غير واحد القريصة واحد شوية دي القرفة ممكن لكم ديروا الملحة ممكن لكم تصدغنوا عليها أنا غادي نطحن هاد الكاوكا ومزيان أنا خليت منه واحد الكيمية اللي غادي نزين بيها غادي 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 نهار مشها بعد ما طحنتو مزيان ما دارت فيه لازيت لاتاشي حاجة يعني لك اندفي مع السكار غير بحديته غادي نتلقوا لنا بحال هكا غادي نحط عليه هادا شوية دي الملحة وشوية القرفة ممكن ننطحنوا امتهمة معاهم من بعد ما طلق لنا العجين مزيان أنا عندي هنا الزيت والزبدة اللي غادي نحل الزيت غادي نحل بيها والزبدة غادي ندهنها بيها عندي واحد لإطار مع واحد اللاطا واحد الوراق وممكن يندر بلاطون موهم الحجم ديالي وثلاثين سنتيمدر وعندي هنا الكاوكا واللي كتخلطه مع القرفة والملحة أنا ننسيت مدرش فيه اللافاني غادي ندير فيه واحد شاسية ديال اللافاني ونحاول انني ندخلها معاهم زيان انتو ما نضحموها في الاول مع السكر بحال هكذا الكاوكا واللي كتخليطوها الكهرمشتو غادي نحطفت به الزين نمشو لهذا لسطح العمل ديالنا غادي ندهنوه مزيان بالزيت مدروري ما ندهنوه مزيان لإنه إلا ما دهناش مزيان غادي تلصق لنا العجينة وتبقى كتخطط غادي نحلها مليح كيف ما كتلاحظوا معايا وبنسبة للسر اللي كتليكم غادي نقول لكم فاصلة الفيديو باش جينا المحنشا ديالنا شيشا وما جيناش كتوجع في الأسنان يعني كتكون مويلة في الأكل ديالها خاصنا ضروري ما نحلو العجين ديالنا مزيان لإنه إحنا مدرنا فيه لاخل لخاميرا لا تشي حاجة خاصنا نحاولو أننا الرقوه مزيان هذا هو السر الوحيد اللي غادي خلينا الفطائر ديالنا جيه شيشا ولو تقعد حتى السيمانة كتبقى في نفس القرمشة ديالها بحليلة عاملينها بالفينو كتلاحظوا معايا أنني حليتها مزيان رقيقة بزيف دهنتها بالزبدة الزبدة ما فيها لخلط آخر لتحاجة غير زبدة بوحدها ومن الأحسن تكون شي زبدة اللي تكون الدوق ديالها زوين بزيف بجيان الفطيرة ديالنا زوينا أنا طويط واحد شوية من لمس من ديالي غير واحد شوية مشي بزيف ولا من العجينة غادي نشكل فيها هذا الكوكو على شكل أصابع رقيقة بحال هاكا وغادي نبدي كندور فيهم بحال هاكا يعني غادي نقطيهم ونشكلهم على شكل حربوش كنبدي كنرولي فيه مزيان بقى مرة مرة كنجبز هذك القنوطة اللي كيكونوا في الآخر دياللي عجينا بحال هاكدا حتى غادي نكملوا كامل مبقاش كنجبت فيه ولا شي حاجة غاك نروليه بحال هاكا بالنسبة لهذا الأخير اللي دائما كيجي نغليض وخاك نرقوه غادي ننحيدوا ممكن لكم تديروا الميقاس السكين ولا غير بحال هاكا بالأصابع صافيا غادي نشكلها على شكل حلازون ومباشرة يعني ما نخليهاش تترتاح فوق سطح العمل عاد باش نهزها يعني مباشرا بعد ما نشكلها على شكل حلازون غادي نحطها فلطة اللي غادي نطب فيها باش ما تبقش ليه فوق سطح العمل وستطلق ليه يعني فاش كي غادي نجي نهزها جيني صعيبة غادي نهن سطح العمل بالزيت وغادي نعاود نحل معكم واحدة أخرى بالنسبة المبتدئات دائما كي نعاود معهم نعاود باش هقدام تكون نتيجة دي لهم مزيانة إلا جربوها غادي نحلها مزيان ومالأحسن يقول سطح العمل في الزيت مزيان باش هقدام ما تقطعش لينا العجينة ضروري ما تكون رقيقة نعاود أنني نذكركم خاصها تكون رقيقة وبنسبة لهذا الجواني بتاهم اكا نحلوهم مزيان بنخليوهم شغلات غادي ندهنها بالزبدة وح الكيمية دي للزبدة وغادي نتني واحدة الربع ديال العجينة بحال هاكا وغادي نعاود بنفس الطريقة يعني كان نجيبو الكوكو وكنشكلوها على شكل أصابع رقيقة وكنحطوه بحال هاكا كان بدي ندير العملية اللي عملتها في الأول هتا غادي نكملو كامل وغادي نحيي الدك الزائد اللي كيكون ملتحت كيكون شوية غلط بسيكين بحال هاكا وكنكمل الدائرة ديالي ولا المحين شا ديالي غادي لما غادي نسح سطح العمل كامل غادي نسح غير واحدة شوية بحال هاكا باش نحطها دزلفة ونحط عليها اللاطة وغادي نجيب هذا قبل ما غادي يطلق مباشر يعني ضروري غير نكملو ونبدي وفهاد العملية باش مجي نش صعيبة بالنسبة اللي مبتدئات لإن العجينة ديالي مستمن غاكا ترتاح كاستطلق قرجي صعيبة اللي مبتدئة انا هات هزها غادي هاكا بحالي كنت خلق قنت فقنت باش هاكا نسيي انني نحيي الدك اللي كايبان دك الفصل اللي كيكون بيناتهم صافي وغادي نمشي بنفس الطريقة مبعد ما حلت العجينة ديالي نزيان رقيقة غادي نتنيها وحتش يبحال هاكا نشكل كوكا ولا شكل هاكضا أصابع نسكوت شي دائي من ذاك القنت اللي كايشتلي مع القنت جديد هنا راني بديتك نسخ الفرن في هاد المرحلة الفرن مسخن زيان درجة الحرارة ديالو 130 ولا 140 عاملة المرواحة من الفوق وملتحت انتوما لكن عادي تكون الفرن الغزخ اللي واتطي بملتحته مع الجواني بط تحمر مزين عادي تحمروها بالفوق قبل غادي نحط فيها شو ديال زبدة بحال هاكا ما ندهنوهاش بالبيض باش ما ترتابش لنا حال هاكا وغادي ندخلها الفور حتى غادي الطيب وغادي نتلقو ان شاء الله في طبق النهائي هذي الفطيرة ديالنا كيف ما كتلاحظوا انها كتكون هشيشة بزافة نية مباشرة ويسخونة حطت عليها واحد الكيميا ديال العسل ودرت عليها داك الكوكاو وحتت عليها شو ديال السكر غلاسي كانت شط لي واحد محنشة صغيرة بحال هاكتها هي زيينتها معها من الفوق نتمنى تعجبكم كاتشيه شيشة بزافة انا هنه غادي نحاول نسمعكم الصوت الى سمعتوه كاتشيه مقرمشة وزوينة بزافة ما فيها شكام البابة بحال اللي عمل لها بالفينو تلاحظوا معي انها كجيه شيشة بزافة ودك الكوكاوكا يجي فيها رائع ممكننا نقدموها مع الحريرة للضيف ديالنا كمقبلات يعني قبل الطبق الرئيسي ولا القوتي المهم كجيزوينة بزافة نتمنى يعجبكم فيديو تشاركو مع ناسكم وحبابكم باش تعمل فائدة وإليكتو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا مع تفعيل جرس باش توصلوا بالجديد وإلا عجبكم فيديو ديالي خليوا ليه لايك ندخل ديالها بحلاكة ديال الحشوة والسلام عليكم ورحمة الله